الفول والطعمية بيعمله بطريقة حلوة ومختلفة شوية يعني الفول يحط عليه شوية طحينة شوية زيت تحبيش كده جميلة لما تمسك الطعمية تلاقيها هاشة من عنده ومدية على خضار يعني مخدومة ايه مخدومة كويس البساطة والكرم عند الناس دي هم منين الناس دي من الشرقية وجيين هنا لغرداء وبيعملوا فطار جميل بيعمل لك صنية كده فيها تشكيلة حلوة بتبدأ من كام من 40 جنيه ويوصلها لك في المحل او في الشقة لحد عندك ولما تروح وتاكل عنده بتلاقي حاجات حلوة اوي وتفتح النفس قل تروح وجرب ونبدأ بقى ونقول الحكاية حلوة ونبدأ في ذكر الله والصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شفت الطعمية هي بتتقلي وروحت بقى على البطاطس لقيت شكلها كده مدة على صفار يعني مع مولة بطريقة حلوة فيها توابل جميلة تعالوا نشوف الفول بيتعامل ازاي وايه حكاية الشباب الحلوين اللي موجودين هنا في الغردقة طبعا الفول اهوزة بيطلع من الادرة سخت ويبدأ بقى يحط لك التحبيشة الحلوة شوية زيت شوية ملح كمون في الفلسمر شوية شطة ويدي لك بقى الطحينة اللي مخدومة بشكل كامل واحلى حاجة في الطبق ان الفول يا جماعة معمول بطريقة كويسة وحباية الفول ايه حلوة يعني حباية فول بلدي او فلاحي بص بقى على التقنيبة الحلوة كده وتعالى هتشوف الصينية تحفى جماعة لما تلاقي العيش مع بطاطس الشبسي وبطاطس الصوابع والبدنجان المخلل بقى اللي معمول بطريقة حلوة فيه توم وفلفل حامي وفلفل الله يا سلام على الجمال وعلى الفطار الشعبي المحبوب عند الجميع هو اولا احنا بنحب نفطر الحاجات دي نحب نفطر الفول وعليه بص 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 يا سلام الله شايف المنظر الفول معمول بطريقة جميلة قوي هنا تطلع لك الصينية شوية بهارات شوية طماطم مع خيار اللامون بقى والطعمية اهيت ورص على الصينية يا باشا وانا عارف ان ممكن التعليقات تقول حكاية الزيت لاي الطاج لاي المكان خلي بالكم والمكان نظيف وحتشوفوه دلوقتي والزيت طبعا نظيف قال عليه وش طعمية ووش بطاطس وكنت بصور وهو بايه شغال تعال بقى نشوف الحكاية ايه اه صينية وبالشكل ده لا 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 تشدك خلي بالك اهو بتتصل بيه بتطلع لك الصينية بتاعتك لحد عندك وبتبدأ من 40 جنيه طبعا بتبقى فيها كل حاجة حلوة وتعالوا مع بعض كده نذكر الله وصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هم فين هم فيدتون يا جماعة بعد ميدان السقالة بشوية كده هتسأل على اسم العربي اللي شفتوه في الاول ده ربنا يوفقهم وفق كل الشباب اللي بياكل عيش من حلال اهو اهو الرجل المحترم الخلوق والناس الشباب الطيبين ناس كريمة وناس زي الفل يا جماعة انا حبيت كده ادعم الشباب اللي طالع وبيشتغل وبيكسب من حلال ربنا يعينه ووفقه ووفق شبابنا وشباب الامة الاسلامية كلها يا رب وهو دي الطعامية وشكلها الحلو اللي انا بحبه مع البطاطس مع العيش لا 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 احلى فطار فعلا الناس دي كفاية المقابلة والطيبة والسماحة اللي يفوشوش الشباب الطيب اللي يعرف ربنا اهو بص بص يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم وليل رأيكم في التعليقات والشباب ده كده واكلهم يا طار عجبكم ولا لا وان شاء الله نزورهم مرة تانية ويكون لنا لقاء مع الناس الحلوة دايما اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة